مرده روحوا شوفوا التلاجة بكام هتلاقوها بتبدأ من 10 و 12 ألف طب اللي عايز يجوز بنته ولا العريس اللي عايز يجاهز نفسه هروح ليه خبر مهم بصراحة عجبني قوي في منظومة اسمها منظومة الشكاوة الشكاوة المواطنين رئيسها رجل محترم قوي أنا شكرته قبل كده هو الدكتور طارق الرفاع الراجل ده أنا هريق تليفونات واتساب والله بيدوم بلغة تولى 24 ساعة هو رئيس المنظومة وأنا مين اللي بيقابلني مع حضراتكم المواطنين اللي طالب عملية علاج على نفقة الدولة حاجات كتيرة جدا اروح واخد الرسالة والنبا دكتور طارق بس واروح كاتب له في الآخر آه أثابكم الله جزاكم الله خيرا تلقوا إن شاء الله في مزان حسناتكم يوم القيامة بنقعد نجحة وهو الراجل حبوب يعني ويبعد لنا إيه لنا ولكم هذا السوا المهم المنظومة دي وبتعمل على حل مشاكل الناه ما بقول لكش حل المشاكل مية في المية أنا لو واصل إن أنا باعت كنموذج لمنظومة شكاوة عشر شكاوة حل ليه لخمسة زي الفل أساسي الخمسة اللي تحلوا دول ما كانوش هيتحلوا يطلع عينينا وعين اللي جابونا عشان نوصل لحل المشكلة واحدة المهم المنظومة قررت بقى تنزل للناس ده تطور في عقلية الحكومة الحكومة دايما بتحط الرجل على الرجل وتقول لك أنت اللي تجيلي يا مواطن الله خاصة لما أنت تكون عايز تشتك لا ده المنظومة بتقول لك بقى أنا هروح للمواطن فين في النوادي مثلا في المطارات لا ده رايحة محطات مترو الأنفاق لما تسألني أعمل كوشكل الفتوى في مترو الأنفاق ولا أعمل منظومة لحل الشكاوى أقول لك طبعا منظومة حل الشكاوى قضاء حوائج الناس مقدمة الفتوى أخدها بالتليفون بس أنا كده هقاب الموظف في منظومة حل الشكاوى هديله الشكوى هاخد منه رقم وعايز أقول لحضرات السادة المواطنين الموظف اللي بيتلقى منك الشكاوى ده ده مش وزير فعيدوز بجرد ألم ويحل لك المشكلة هو بيسجلها بيدي لك رقم بيقول لك رجعنا كمان يوم أو يومين تحية ليه منظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء تحية ليه رئيس المنظومة طارق الرفاعي أتمنى مثل هذه الأفكار تنتاج وما نروحش مترو الأنفاق في القاهرة بس نبدأ إن شاء الله نعمل مكاتب وتبقى موجودة في الصعيد في قطرات الصعيد عايز جزء من الخدمات اللي بتقدم للمواطن في العاصمة على طول دايما عايز زيها في الصعيد في نفس اليوم هو ده العدل أو العدالة بمعنى أصح لازم أطلع بقى فاصل ترجمة نانسي قنقر